السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطالبات واولياء امور الصف الاول الاعدادي ان شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم وكتاب بايبيت وكتاب المعصر الفيديوهات موجودة على القناة ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة جنرال اكسرسايز السادري بات عمى نلسوا وان على الدرس الاول من كتاب بايبيت للصف الاول الاعدادي من الوحدة رقم وانحل مع بعض صفحة تمانية وخمسين وتسعة وخمسين بيقول هنا الحوار التالي نور ان رامي الحوار بيدور ما بين رامي ونور يعني يتحدث عن عن مكتبة الاسكندرية بيتكلم عن مكتبة الاسكندرية هنا رامي بيقول هنا نور بيقول له يعني حقا وسألوا سؤال قال له الطقس كان جميل جدا واذر اللي هو الايه الطقس يبقى بيقوله كيف كان الطقس يعني كيف كان الطقس هناك ممكن كمان يقول له هنا ايه ما سيمات الطقس ممكن يقول له كيف كان الطقس هناك ولا يعني ما سيمات الطقس هنا رامي قال له الطقس كان ايه يعني كان جميل جدا هنا نور بيسألوا سؤال رامي قال له انا زرت مكتبة الاسكندرية يبقى هيقول له ايه الاماكن اللي انت زرتها هيبقى ايه الاماكن الفعل عندي هنا في الماضي بيطلع فوقك فعل مساعد ويو في الاجابة هتبقى في السؤال اه واي في الاجابة هتبقى في السؤال يو يبقى تمام هنا قال له انا زرت مكتبة الاسكندرية نور قال له واو هل هي مكتبة كبيرة طبعا هي مكتبة كبيرة هنقول هنا ايه نعم نعم انها مكتبة كبيرة تمام هنا بيقول لي هل اريد اي كتب هناك طبعا هيقول له ايه رد عليه قال له نور تاني بيقول له نقط اي الريد بوكس ذير تو انا سوف اقرأ كتب هناك ايضا طالما قال له انا كمان هقرأ كتب هناك يبقى طبعا قال له هنا ايرامي قال له ايه انا اريد كتب هناك يبقى يس اي دت يس نعم يو بتتحول الى اي ودت بتنزل زي ما هي في الاسبات يبقى يس اي دت فهنا قال له يس اي دت فبعدين هنا بيقول له ايه بيقول له هنا اي will visit the library انا سوف ازور المكتبة واي will read books there too كمان هقرأ كتب هناك اي انا will سوف visit the library i will visit the library انا سوف ازور المكتبة i'll read books there too i'll read books انا سوف اقرأ كتب there هناك too ايضا جايب لي بعد كده الجزء الخاص بيه الاختيارات يقولي هنا choose اختار the correct answer الاجابة الصحيحة يقولي هاو نقط از ابراج البيت كلوك طاور اللي هي البرج بتاع ابراج البيت كلوك يعني هنا البرج ده بيقولي هنا هاو ايه long الطول الافقي ديب هنا العمك هاي اللي هو الارتفاع ولا مين ايه كم عدد يبقى هنا هاو هاي كم ارتفاع برج اللي هو ايه البرج بتاع ابراج البيت كلوك يبقى كامل ارتفاع رقم اتنين the pyramids are الاهرامات بتكون ايه touristes الساقحين او السياح like to visit them بيحبوا يزوروا هيبقى الاهرامات بتكون amazing مدهشة lazy معنى كاسول ugly يعني قبيح important يعني غير مهم طبعا الاهرامات بتكون amazing يعني مدهشها عشان كده السياح بيحبوا ان هما ايه visit them ان هما يزوروهم رقم ثلاثة i am very happy to live in my nought cairo انا very happy يعني سعيد جدا ان انا بعيش في ايه القاهرة القاهرة دي ايه tower بورج ولا city دي مدينة ولا tunnel tunnel اللي هو النفأ ولا بريج يعني كبري طبعا القاهرة بتكون city بتكون مدينة انا سعيد ان انا سعيد جدا ان انا بعيش في مدينة الايه القاهرة جايب لي بعد كده السؤال رقم اربعة ذا كايرو مترو مترو القاهرة بيجري عبر او خلال ايه بلدنج مبنى كبير ولا اه طور بورج ولا بيراميد اللي هو الهرم ولا tunnel نفأ كبير طبعا ذا كايرو مترو المترو بيمشي عبر الايه عبر النفأ رقم اه خمسة هاو نقط كم عدد الناس اللي هما بيعيش في اصيوت كم عدد هاي الارتفاع ولا ديب العمك ولا اللي هو هنا المدة او الطول طبعا هاو ميني كم عدد الناس اللي هما بيعيش في اصيوت جايب لي هنا صفحة لقصاتها صفحة التسعة وخمسين بيقول لي هنا اكتب باراكراف اكتب باراكراف من ثمانين كلمة عن او يعني زيارتك زيارتك الى معبد الاكسر زيارتك الى معبد الاكسر وهو موجود هنا عندي في نهاية الواحدة صفحة اتنين وتسعين بيقول لي معبد الاكسر المدرسة بتاعتي عملت رحلة الى الاكسر ده كان حلمي دريم اللي هو الحلم بتاعي حلمي ان انا ايه اصغر الاكسر انا رحت هناك مع اصدقائي زورنا معبد الاكسر ده معبد قديم جدا it was built thousands of years ago اتبانى منذ الاف السنين ويسو نحن رأينا مني huge status huge status يعني اللي هي التماثيل الايه تماثيل ضخمة there هناك they were amazing كانت رائعة او مدهجة they are status of ancient Egyptian kings يعني دي كانت تماثيل لملوك مصريين قدماء يبقى they are status يعني كان يوجد تماثيل of ancient Egyptian kings لملوك مصريين قدماء my friends اصدقائي and i and i and i took mini photos التقطنا العديد من الصور beside these status بجانب هذه التماثيل there were writing and painting on the walls كان يوجد كتابة ودهنات على الحوائط of the temples على اللي هي الحوائط بتاعت الايه التمبل المعبد we spent wonderful time in Luxor قضينا وقت جميل او رائع في الاكسر and went back home very happy ورجعنا للبيت سعداء جدا